اخبار جديدة عن جواز التلقيح تلقيح جديد بفرنسا فرنسا توقع وتعطي الضوء الأخضر للقاح جديد على ترابها نهاية صلاحية جوازات الصحية للملقحين وغير الملقحين معلومات مهمة تجدونها في هذه الفيديو اللي رحين نتعرفوا عليها بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال هناك معلومات جد هامة يعني معلومات حصرية تابعوا الفيديو الآخر إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بلايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء إخواني أخواتي البارحة الهيئة العليا للصحة أعطت الضوء الأخضر للقاح جديد بفرنسا طبعاً حيث أن اللجنة الأوروبية للأدوية أعلنت مسادقتها قبل شهر التطعيم هذا الجديد يعني يقولوا يحتوي على بروتينات يعني وهذا اللقاح يحتوي على جرعتين مثل اللقاحات الأخرى وبين الجرعتين المدة الزمنية تكون ثلث أسابيع كما تقول الدراسة هذا اللقاح يعني يكتسب منه الشخص مناعة فعالة بنسبة مئة بالمئة فمحتواه مش كما اللقاحات الأخرى فوزارة الصحة طلبت يعني بثلاثة فاصل ثلاثة مليون جرعة من هذا اللقاح الجديد اللي يسمى نوفافاكس فالاستهادة في هذا اللقاح ابتداء من بداية شهر فيفري القادم بحول الله هذه هي حسب وزارة الصحة الفرنسية اليوم إخواني أخواتي أرعنا 15 جنوبي يعني 15 جنوبي سوف يتفاجأون الكثير والعديد من سكان فرنسا بانتهاء صلاحية جوازاتهم الصحية يعني الباس سانيتار بتاحهم الكثير من هذا الناس رحين يتفاجأوا باللي يخلاصوا اليوم الأشخاص هذو الأشخاص اللي رحين تعرفوا عليهم اللي رحين يكملوا لهم الباس سانيتار بتاحهم هم الأشخاص اللي داروا جرعتين وفاتت عليهم سبع أشهر وما داروش الجرعة الثالثة فهذا القرار نشرته فرنسا البارحة في الجريدة الرسمية يعني مارسو فيوم الخميس أشار وزير الصحة أن ما بين 500 ألف و700 ألف شخص في هذه الوضعية يعني اللي خلاصوا لهم الباس سانيتار بتاحهم لم يقوموا بالجرعة الثالثة ثانيا الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 واستفادوا من جرعة أولى قبل 15 جوان من السنة الماضية يعني 15 جوان 2021 ولم يقوموا بالجرعة الثانية سيجدون اليوم جوازاتهم الصحية منتهية الصلاحية يعني غير صالحة الأشخاص الذين قاموا بالجرعة الثالثة أو الثانية يعني قصدي الثانية اللي صابتهم كورونا اللي أصيبوا بكوفيد-19 فقط بعد 8 جنفي أيضا جوازاتهم غير صالحة لأن حسب الضمان الاجتماعي الجوازات تصبح فعالة بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثالثة أو الثانية باش تفهموني مليحة أخوات الأشخاص الذين أصيبوا بهذا الوباء يعني لجتهم كورونا بعد استفاداتهم من جرعتين جوازاتهم الصحية تكون صالحة 6 أشهر لكن من بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية يمكنهم الاستفادة من جرعة الثالثة وهذا غير ضروري يعني هذا مستحب اللي حب يدير الجرعة الثالثة باش يحميه ويديرها ولي ما حبش ما يديرهاش يعني هذا ليس إجباري ولكن جس لحمايتهم بداية من 15 ففري الوزير الصحة الفرنسية المدة الزمنية بعد الجرعة بين الجرعة الثانية والثالثة سوف تنخفض من سبعة أشهر إلى أربعة أشهر وهذا ما قلته لكم في فيديو سابق لو بتلكم يعني ابتداء من 15 ففري راح تكون المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة سوى أربعة أشهر عوضا من سبعة أشهر باش نوضحها الكمام ليه يعني الجواز الصحي تسبح أربعة أشهر فقط بعد الجرعة الثانية دائما نبقى في موضوع الصحة في موضوع الصحة فهناك دراسة وبحث فرنسي يعني من الإدارة للبحوت والدراسات والإحصاءات بفرنسا نشرت البارحة نتائج ومعطيات المرضى بالمستشفيات الفرنسية حسب هذه المعطيات وحسب هذه الدراسة يعني التلقيح أو حسب أوميكرون أو الفيروس دلتا فقالت هذه الدراسة أن أوميكرون ليس بالخطير كما دلتا كما قالت الدراسة يعني ما بين المدة 3 و 9 جنوبي الحالي حالة الإصابات بأوميكرون 88% ونسبة 55% من المصابين في المستشفيات يعني اللي تلقوا العلاج العادي 31% فقط اللي راهم في العناية المركزة يعني بالمستشفيات يعني بعد هذا شديد الانتشار حقيقة كما راهم يقولوا لكن ليس بالخطير كما دلتا فاللقاح يحمي حسب السن يعني النتيجة حسب الدراسات الأخيرة توصلت أن أوميكرون تصيب الأشخاص الملقحين أما دلتا فتصيب غير الملقحين فهموني مني يعني أوميكرون يصيب الناس لرهم ملقحين أما دلتا فتصيب الناس غير الملقحين وبكثرة وحسب هذه الدراسات كذلك يقولون بأن مدة العلاج بالمستشفيات انخفضت إلى ثلاثة وثلاثين بالمئة مقارنة بإصابة فيروس دلتا يعني هذا السيناريو كامل خوتي أخواتي قد يؤدي بنا إلى الفرج إن شاء الله إلى نهاية كورونا نهائيا ويترجع الحياة إلى طبيعتها ورايح نرجع لحياتنا الطبيعية بحول الله إن شاء الله إلى هنا خوتي أخواتي ينتهي الفيديو واللي ما فهمنيش ماذا بكم تحطوا لي في التعليقات ما عليش نزيد نعاود لكم في الإعادة إفادة إن شاء الله ما تنسوا شبارك لايكي الفيديو وابعثوه وانشروه لأصدقائكم باش تعمل الفائدة بس كون فرنسخي تعرفوها كل يوم قانون جديد أما بالنسبة لقانون ما زال إخواني أخواتي ما زال في الدراسة ولازم يلقوا حل كما يقولوا متوافق بينتهم ما زالوا ما أعطوناش القرار النهائي وسوف يعنوا عليهم قريبا إن شاء الله إلى ذلك من الحين ننقول لكم قواوا على خير نهالكم إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسخي